أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي سلسلة اتصالات مع نظرائه في السعودية والإمارات وتركيا بهدف تنسيق الجهود وتكثيفها من أجل احتواء التوتر الإقليمي الراهن والحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة وأوضحت الخارجية أن مشاورات عبد العاطي مع نظرائه بالدول الثلاث تطرقت أيضا إلى الوضع في السودان وجهود الوساطة الإقليمية والدولية القائمة بهدف التوصل لوقف إطلاق النار والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية على إنفاذ المساعدات الإنسانية وكذا التطورات في منطقة القرن الأفريقي فضلا عن الجهود الرمية إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع